ما شاء الله خلاص صحي اللحمة استوت أكثر منك وعراسي كل الحوارنة لحد يقول لي الإعقال مرثال في رابع ما بعرف قديش من الضابطة يقولونك أنا مش عارف ألبسهم صباح الخير يعطيكم العافية جميع إن شاء الله يا رب الكل يكونوا بخير صراوي الأولى الحارة من الصباح طبعا بعد غياب صار لسبوعين تقريبا أو أكثر ما قاعد بنزل الفلوغات رسمية بس اليوم إن شاء الله هذا الفلوغ راح يكون كثير كثير زابط أزورنا اللي قضينا إن شاء الله بس بتمنى من اللي عم بيشوف الفيديو إذا عجبوا المحتوى يحطوا لنا لايك على الفيديو ويحطوا لنا كمان متابع على الصفحة إذا عجبوا المحتوى وركزي على إذا وإن شاء الله يكون الفيديو كثير حلو يعجبكم حاليا أنا قاعد نوم والجو برد تعرف وصارنا أسبوعين إشته ومنخفضات فهذا اليوم اللي صح اللي أصور بيو فحاليا راح ينجيب اللحمة عشان نسوي فيديو المليحي خلوكم معنا صرنا حاليا عند اللحم راح نفوت نجيب اللحمة اللحم على الشوارف هو صاير على النصاني تبع قريتنا بأبطع عند الجامعة النصاني يمنور جامعنا خلوكم معنا لنشوف شرورة جوزة شرورة جوزة شرورة جوزة اول خطوة راح نسويها نجيب حطب ناشف ونجيب بلوك أو حجار حسب المتوفر نسوي مكان للحلة الأولى ومكان للحلة الثانية واحدا نحط فيها اللحمات واحدا نحط فيها المليح أو البرغل فأني حابة بصراحة يكون حطب كتصوير وكجو وكطعمة راح يفرق بس راح يغلبنا شوي بالوقت لأنه معروف هو بيستوب طنجرة الضغط طنجرة الضغط تعرف بتضغط وبصير بخار فبيصير على البخار أما إحنا ما راح ينضغط ينضغط بس نوعا ما راح يطلع شي يعني يطلع شي طيب ونكية الدخان تفوث بي والتصوير بصراحة منظر تصوير النار مع أغاني وكذب بيطلع شي شلل فأخلوكم معنا لنروح الخطوة اللي بعديها خطوة كون ما تحرش كون ما تحرش مpected ما تقليل لا تعلم أيوا وقول وقول ولده ربا واحدة من ولادي هموة سلح اشتركوا في القناة شو قاعدين منسوي؟ نحنة لا شو اسمو؟ برغل شو اسمو؟ برغل مش برغل بس برغل و لحم و شو اسمو كله هو؟ برغل لحم و تعالي تعالي شو اسمو؟ لو يخجلان الله عقلبي اسمو ملاحي قولي ملاحي ملاحي برغل لحم عمي هو البرغل و لحم نفسه قولي اتفضلوا على ملاحي بطبعا ملاحي اهلا وسهلا؟ أهلا وسهلا اهلا وسهلا احتراما يحتراما ايضا واحد ايضا ايضا ودينا ايضا ودينا ايضا اربع زلوم ايضا سكر معلم جي شي فرنسا والأطنابي جي شي فرنسا والأطنابي أسعى يا جماعة الخير بما أنه المليحي صار أو البرغل ظل اللحم بدوشي ساعة زمان بأخذ وقت أكثر لازم نفطر أن هي الشغلة على الطاير وهي أكله مشورة بحوراني الحلو المسافن فراح نسوينا واحدة مسافن على رقيف إشراك مشان الأوصاج مشان المليحي وجمبيه ودلة قهوة مرة خلوكم معنا لنسويها شو بدت؟ أخلص نش تخبذي؟ أي تكرم يسع راح روز تخبذي الساحة موسيقى 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 هاي الخبزة تبعت روز بعد ما استوز ما شاء الله شو هاي روز طبختش؟ أوكلها عادي؟ نار نار وش نار؟ خبز الصاجة يا جماعة الخير صار جاهز فاضل علي المسافة المسافة نستبقى سوي واحدة بعد ما سويته روح أبدل ألبس القلابية هيز قهوة مرة وجوش هي لاخن دقيقة عشان نبدل الطريقة حلوة ساعة الواحد يا جماعة الخير صورنا جاهزين لنروح نشرف قهوة ومسافة لأنه اللحم مثل ما قلت لكم تقريبا ساعة لربع فعشان نفطر اشي طبعا الساعة مش شغال وانشال المنظر طبعا قال طبعا وين صرتاني؟ المسافة نسترع نوك المسافة وقهوة مرة حيش على الشيلات ما قلت لكم جو وبعديها ان شاء الله اللحم بكون ها قربت التصير ومنبلش في لانه بعد تصوير الكباب وفي تصوير بصل الاخضر ونقطعوه فخلوكم معنا طبعا المسافة يا جماعة الخير هو يعني شغلته بس بس خبزة من فوق وخبزة من تحت وبينها تنسكر وزيتاية هي المسافة بس يعني بكون الخبز مهايد يعني رويم شوية سميك صرنا يا جماعة الخير الساعة عند القهوة والمسافة بقول بسم الله تلحقوها بوحد القهوة يعني فرضتني الجو يعني صارنا من الساعة الثمانة برشانين بالاملاحي وقدامي اللحم يعني قابوة السكر وقدامي اللحم يعني بتحصر وتفرج وبتحصر بس بس المسافة نشغل طاقة بحطيك قبل ما في الصبر تحصرح بسم الله نار نار ها؟ هل تحرشت هنا؟ يا حبيبي، ماذا يستلم؟ نعم، نستلم نعم، نعم سوف نضع زيت لكباب على الحطب، أنا أول مرة بصراحة سأجرب على الحطب، لا أعلم وما هو النتيجة ولكن بما أنه عجقنا وعجقنا برا، فلن نظل عاجقين برا لا يجب أن يجب أن نعجق في الداخل فلنرى ما هو النتيجة، هل سوف نصلاحكم أن تجربوا لأنه عزيمة، هل ستطلع طعامة ثانية؟ هل ستتحكم بالكبة بحيث أنها تنقل مضبوط؟ هل ستحترق؟ نرى ما هو النتيجة، إن لا يجب أن نضع مرضة في الداخل نراكم الوقت بعد مرحة 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 اشتركوا في القناة ما شاء الله خلاص صايا اللحم استوت اكثر من هيش بتنصب شلو الحطب بنت حتيها سكروا عليها الله حيو الشباب ابشرو أسا راح ندعج الطبيخ أو البرغل بالكفكير وكل شوية كل ما تلزق يعني بس تلزق الكفكير في الكبش هاي بنحط فيها الكثير بنحط شوية على الكفكير عشان ما يعلق يعني أول بأول بنزاد أول بأول يا جماعة الخير بعد اللقمة فورا بتلقمها واحدة بصر بسم الله تصورناها الخضارات شايفين يا جماعة الخير هذول الخضارات هذول الخضارات أهم من الأكل بذاته يعني هذول إذا ما كانش موجودات جنب الملاحي لهيش بتحس الملاحي الصحرة بدون عشب يعني يعني الملاحي صحرة هذا السجر تبعوه إذا كان بالصحرة فيه سجر بصير أرض جويدة كثير فهذا اللي بصير هذا الخضار هو الأساسة بالملاحي بتوكل لك واحدة فجلاي من هون خساي من هون بصلاي من هون عمش عارف من هون بطلع أشي بجند يا تعالي تعالي هاي كانت العنصر الرئيسي بالطبخ أكثر حل طبخ وخبص صاج انتوا ما بتعرفوا مين هو العنصر الرئيسي تعالي رز رز شو طبخنا اليوم؟ ملاحي شو طبخنا اليوم؟ ملاحي ملاحي قولي لهم أعجبكم الفيديو؟ أعجبكم الفيديو؟ قولي الله سلام سلام الله ع قلبي أصعب فيديو بصوره بحياتي حتى والله وقت وصلت لمرحلة الأكل أوكل ما عرفت الش أوكل ما عرفت أصورها حالي واني أوكل من كثرة تعب ما استطعمتش بالأكل أني من كثرة تعب الحمد لله اللي قدرت أصور هيش فيديو وإن شاء الله هالفيديو يعني يكون حلو في اشياء الكاميرا هون هيش إن شاء الله يكون فيديو حلو وعجبكم كمية التعب إذا تعرفوا اللي أني مرت فيها إشي صعب أنك تطبخ وتصور وتشرف نفس الوقت هذا تعب مطبيع الضغط الضغط مليون فهو في كاميرا الحمد لله على كل حال ان ضربت معي ضربت من فكت النوم أشوفها طلعت مضروبة الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الكاميرا صارت على الكب فصورت بكاميرا واحدة بجوز هاي خيرة الحمد لله كله خيرة الحمد لله فالكاميرا اللي عم بصور فيها بس واحدة يعني عم بعاني كاميرا واحدة عم شحن وكذا اشحن ارجع فضي ممري فالحمد لله على كل حال إن شاء الله أكون يعني عملت فيديو سويت فيديو هاي تشيع كسة الأكل تبعت حوران بما أنه ما في حدا تصورها الأكل وعطاها حقها إن شاء الله أكون عطاها حقها بصراحة من الساعة تسعة الصبح لأسعة الساعة أربعة قريب المغرب أني عم بصور بالفيديو تخيلوا يا جماعة الخير التاعات ومش ماكل إش أكلت بس هذا المسافن وشوية لحن هذا اللي كل اللي فات على جسمي وشوية قهوة هذا كل اللي أكلته إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم إن شاء الله ما أكون قصرت بشغلات يعني ما بش تصوروا التعب اللي بمر فيه الواحد في يجي واحد يقولوا أنت نقفت شغلة إن شاء الله يكون عجبكم المحتوى اللي يعجبوا المحتوى بنرجع من قوله ويعمل لنا متابعة وعراسي كل الحوارنة الأحد يقول لي العقال مرة الثالثة رابعة ما بعرف قديش مصدابطة يقول لك أنا مش أعرف ألبسه كل شوية بنزله بطلعه وآخر شي بنقول شكرا لكم على الدعم والله ما عبد القصر وإشي والله بفرح القلب إن شاء الله هذا الفيديو يكون بوفيكم حقكم عراسي يا شباب ويا صبايا ويا بنات اللي هو بحوراني يا خال مصدقني بلوغ